أهلا بكم الوراثة هي سبب كبير من أسباب الإصابة بمرض الفصام في الفيديو ده حنشوف مع بعض احتمالات الإصابة في أفراد عائلة وأهل أحد المصابين بالفصام أولا التأثير الوراثة في الفصام بيكون بسبب مجموعة من الجينات وليس جين واحد مجموعة الجينات دي البعض منها بيتسبب كمان في أمراض تانية زي الاكتئاب الحاد والطراب ثناء القطب والتوحد التفاعل بين الجينات المسببة للفصام مع الظروف البيئية بيؤدي إلى ظهور المرض يعني ممكن واحد يكون ورس الجينات دي لكنه لا يصاب بالمرض لأن الظروف البيئية لم تتوفر لظهور المرض والجينات اللي ورسها دي هنا بتتسمى بالجينات الصامتة كمبدأ عام كل ما صلت القرابة بالشخص المصاب بالفصام كانت بعيدة كل ما قلت احتمالية الإصابة بالمرض وتعالوا نشوف الاحتماليات دي هنفترض إن فيه شخص اسمه أمجد مصاب بالفصام أمجد ده لو إن عنده أخ توقم متماسل يعني شكله بالضبط فاحتمالية إن أخوه يصاب بالفصام زيه هي احتمالية عالية وهي بتتروح من 48% ل50% رغم إن أخوه التوقم ده عنده نفس الجينات بالضبط فكان المفروض إن احتمالية الإصابة تكون 100% لكنها بتوصل ل50% فقط وده بيثبت إن المرض مش جينات فقط طيب لو إن عند أمجد أخ توقم بس غير متماثل يعني مش شبهه بالضبط احتمالية إصابة أخوه أو أخته التوقم هي 17% وإخواته التانيين اللي مش توقمه احتمالية إصابة أي حد فيهم هي 9% ولو عنده إخوات غير أشقاء فاحتمالية إصابتهم هي 6% وجدوا إن كتير من المصابين بالفصام الأب والأم ما بيكونش عندهم فصام فعشان كده احتمالية إن حد من والديه يصاب بالفصام هي 6% فقط وده أقل من احتمالية نسبة إصابة إخواته طيب لو إن أمجد ده اتجوز وخلف إيه احتمالية إصابة ولاده؟ الاحتمالية هي 13% طيب أحفاد أمجد إيه احتمالية الإصابة؟ لو إن والدين الأحفاد دول مجلهمش المرض الاحتمالية هي 5% فقط طيب بالنسبة لأقارب أمجد إيه احتمالية الإصابة؟ أولا بالنسبة لأعمامه وعماته وخلاته وولادهم احتمالية الإصابة هي 2% فقط وبالنسبة لولاد أخه أمجد أو أخته اللي هو أمجد يبقى عمهم أو خالهم احتمالية إصابتهم هي 4% وحسب لكم جدول بالمعلومات دي بس قبل كده عايزة أوضح الإحتمالية لو أني فيه أكتر من فرد في العيلة أصيب بالمرض نحسب الإحتمالية دي إزاي؟ كقاعدة احتمالية الإصابة هنا بترتفع ناخد مثال على كده تعالوا نشوف احتمالية إصابة حفيد من أحفاد أمجد لو أني كمان عمت هذا الحفيد أو خالته كان عندهم المرض لو حسبناها حساب رياضيات احتمالية إصابة هذا الحفيد هي 5% ده لإن جده عند المرض بالإضافة لـ 4% علشان خالته أو عمته جالهم المرض يبقى الاحتمالية كلها هي 9% لكن ده بفرد أن أبو هذا الحفيد وأمو اللي اتنين ما عندهمش المرض وده الجدول اللي بيوضح احتمالية الإصابة واستنوني في الفيديو الجاي بإذن الله هنتكلم فيه عن طرق الوقاية من مرض الفصام أشكركم على المتابعة والمشاهدة